داخل القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان وعلى أحد مقاعد الدرجة الأولى جلس رجل في الخمسين من عمره يرتدي الملابس الريفية وتبدو عليه علامات الوقار والاحترام وجلس بجانبه شاب في الثلاثين من عمره ثم جاء شاب وزوجته وكان يبدو عليهما أنهما حديث الزواج ليجلس بالكرسيين المواجهين للرجل الريفي والشاب وللأسف كانت الزوجة ترتدي بنطلون قصيرا وبلوزة تكشف عن ذراعيها وصدرها فجأ الزوج بالشاب الذي يجلس بجانب الرجل الريفي يرتكز بكوع ذراعه على عظمة فخذه واضعا دقنه على قبضة يده في مواجهة الزوجة التي تجلس بالكرسي المواجه له ونظرة عينه مثبتة نحوها تكاد تخترقها لقرب المسافة وبصورة مفاجئة وأثارت غضب زوجها الذي قال للشاب احترم نفسك وعيب ما تفعله ليتك تدير الكرسي وتجلس أفضل من هذه الجلسة هنا تدخل الرجل الريفي وقال للزوج الغاضب أنا لن أقول لك أنك الذي يجب أن يحترم نفسه أو أن العيب عليك أنت لأنك وافقت لزوجتك على ارتداء هذه الملابس لن أقول ذلك لأنك حر حتى ولو جعلتها تمشي بدون ملابس ما دمت تقبل هذا ولكني سأقول أنك جعلت زوجتك ترتدي هذه الملابس كي تصبح فرجة وننظر إليها وها نحن نشاهدها كما أردت فلماذا الغضب إذن؟ يا بني ما تقبلته أنت أن يكون مكشوفا من جسم زوجتك من حقنا كلنا أن نشاهده وما سترته من حقك أنت وحدك أن تراه وإن كنت غاضبا لأن هذا الشاب قرب رأسه بعض الشيء فسامح لأن نظره ربما كان ضعيفا وأراد أن يحسن مشاهدته يا بني عندما تتعرى الأشجار من ورقها أمام الملأ يكون مصيرها حطبا لنار توقد بالدنيا كذلك النساء إذا تعرت أمام الملأ فقد يكون مصيرهن حطب جهنم والأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء وهنا لم ينطق الزوج وألجمت كلمات الرجل فما وحمر وجه زوجته خاصة بعدما تعالت أصوات الركاب إعجابا بالدرس الذي أعطاه الرجل الريفي للزوج الشاب ولم يملك الزوج إلا أن يقوم من مكانه ويأخذ زوجته ويغادر عربة القطار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم